أعلن المحامي منذ قليل المحامي سامير ديلو أنه في هذه اللحظة تصلت به شيما عيسى وأعلمت أنه تمت محاصرة منزلها بسيارات وأعداد كبيرة من السيارات الأمنية وتم الأعلان على إيقاف شيما عيسى القيادية في جبعة الخلاص الوطني أيضا عبر سامير ديلو على تضامنه مع صديق عصام الشيبي يقول ليس الأول والأرجح أنه لن يكون الأخير في حملة استهداف السياسيين المعارضين لسلطة تجرب سلاحا لم ينفع في أي بلاد وفي أي عصر اللي هو القمع على حد تعبيره كما زاد عبر على تضامنه مع غازي الشويشي في القضية المرفوعة لخلفية تصريحات سياسية حسب قوله